اشتركوا في القناة وحتى إذا نمت ستحلم بهذه الكائنات القبيحة التي تسكن أعالي البحار وأعماق المحيطات هل تستطيع؟ لنبدأ إذن سمك نيوكلينيوس يتعلق الأمر بالسمك صغير يبلغ طوله 25 سنتيمترا لكنه حقا قبيح ليس فقط بعينيه البارزتين بل بهذا أيضا للإشارة فهذا النوع من السمك عنيف جدا ويستعمل فمه ليخيف فريسته المثير أنه لا يحب أن يرافقه أفراد من نوعه وهي حيوانات يريد كل فرد منها السيطرة على مجاله لوحده ولذلك يكون مضطرا إلى خوض مبارزة مع منافسه ليفر المهزوم بجلده ويترك الفائز يعيش بسلام في منطقته سادسا القرش القزم ليس من السهل العثور على القرش الأقزام لأنها تعيش في تلك المناطق العميقة من المحيطات التي لا يتجرأ أحد على زيارتها وبما أنها تعيش في الأعماق البعيدة فإن عيناها لا تنفعها كثيرا فالقرش الأقزام تتوفر على مستقبلات مستشعرة قادرة على التعرف على الموجات الكهربائية التي تصدرها أسماك أخرى فتتمكن بالتالي من افتراسها بكل سهولة وبفضل هذه المستشعرات لا تتحمل القرش الأقزام الجوع كثيرا فهي تهاجم أي فريسة مهما كانت صغيرة ولن تتخيل ما الذي سيفعل بها القرش القزم عندما يلقي القبض عليها يسمى كذلك بالحبار مصص الدماء ويبدو كما لو كان كائنا قد خرج من صلب الشيطان فهو يتميز بلونه الأحمر الداكن وعيناه الزرقوتان الكبيرتان إضافة إلى هذا الغطاء الذي يجعله يشبه الخفاش وغالبا ما يقوم بهذا عندما يشعر أنه مهدد وهي إشارة إلى أنه لا يحب اقتربك منه لذلك فمن الأفضل أن تبتعد لقد حاول العلماء التحقق مما يأكله هذا النوع من الرخويات عن طريق اختبار محتوى معادته بعد التصويره الخلاصة أنهم اكتشفوا أنه يتغذى على ما أطلق عليه اسم الثلج البحري والذي يتشكل من الأشياء الميتة وبراز الحيوانات الأخرى ويعيش هذا الحيوان في الأعماق حيث لا يوجد الأكسجين بكمية وافرة فهو لا يحتاج لطاقة كبيرة من أجل تجنب المفترسين وفي حال ظهورها ما عليه إلا أن يقوم بهذه الحركة ليصاب العدو بالرعب ويتراجع في الحال في واحدة من المياه الأغرب في العالم يوجد هذا السمك الغوري الذي يصل طوله إلى ما يقارب المتر يعيش في جامع محيطات العالم في عمق يتراوح بين 500 إلى 8000 متر ولا يخدعنك بكونه نحيفا فهو قادر على ابتلاع فرائس من الحجم الكبير ليس فقط فمه الذي يتمدد بل كذلك معادته التي يمكن أن تتوسع لتبتلع فرائس بحجم يعادل ثلاثة أضعاف حجمه يا له من مخلوق مرعب فجسمه يكد يكون عبارة عن فم كما أنه يتميز بمستشعر يقع في آخر ذيله يمكنه من ترقب فرائسه بسهولة للإنقضاد عليها الغريب أن هذا النوع من السمك يعد أعما تقريبا كما هو الحال بالنسبة للقرش القزم الذي تحدثنا عنه سالفا ثالثا الحبار لقد تم تصوير هذا الحبار من طرف إحدى الشركات العاملة في مجال البترول عام 2007 حيث تم العثور عليه في أعماق المحيط بعمق يصل إلى 2500 متر ولم يعرف أحد في البداية ما هو لأنه كان يبدو على هذا الشكل إذ ظهر في أحد الفيديوهات التي لقيت انتشارا كبيرا على الويب لكنه يعرف بين الخبراء تحت اسم ماجنابينا وندرا ما تتم مشاهدته في بيئته الطبيعية المثير أن طول أصابعه يمكن أن يصل إلى 7 أمتار كما أن مظهره شبه بمخلوق فضائي هليس كذلك؟ وبالكاد يعرف العلماء كيف يعيش وما الذي يفعل بهذا الرأس في أعماق المحيط يعتقد البعض أنه يأكل بسحب مخالبه وأصابعه لينقض على الفرائس التي يجدها في طريقه في حين يظن البعض الآخر أنه ينتظر بكل بساطة أن تسقط فريسة في مخالبه ليلتهمها وكيفما كان الحال فلا ننصح بالاقتراب منه أبدا ثانيا سمك كورنوتا يعرف هذا النوع من السمك علميا تحت اسم عنوبلوغاستر كورنوتا لكن يمكنك أن تناديه بالسمك ذي الأنياب الطويلة وهو يعيش بدوره في أعماق المحيط أما إذا قارننا أنيابه بحجم جسمه سنجد أنها ضخمة مقارنة بأي حيوان آخر وهو ما يجعل الإفلات من قبضته بالنسبة للفريسة أمرا مستحيلا ويعد السمك ذي الأنياب الطويلة من المخلوقات الأكثر رعبا في الجزء الأسود من المحيط فهو يعيش في عمق يقدر بخمسة ألاف متر رغم أنه بإمكانك العثور على بعضها في عمق ألفي إلى ثلاثة ألاف متر أولا دودة بوبت ربما هي الأسوأ في هذه القائمة وقد تشكل لك كابوسا حقيقيا لذلك نحن نعتذر عن هذا العرض يتميز هذا النوع من الدود بكونه يقوم بدفن جسمه في الرمل ويترك رأسه بارزا المثير أنه لا يتوفر على عينين لكنه يملك خمسة هوائية تلعب دور العيون وتستشعر هذه القرون الحركة حولها بمهارة مذهلة في انتظار اللحظة المناسبة للهجوم يغرس هذا المخلوق سمه في فريسته ليدفنها تحت الرمال ومن تم يهضمها بشكل بطيء ومؤلم ويصل طول هذا الدود إلى متر في المتوسط لكن عام 2009 عثر مجموعة من علماء البيولوجيا على واحدة بطول ثلاثة أمطار في نهاية هذا الفيديو لا تنسى أن تخبرنا أي من هذه الحيوانات فاجأة كأكثر جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم